وعيد تعيينه رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية وضمن سعي حكومته لعودة الأطفال إلى المدارس بأسرى وقت ممكن عقد رئيس الوزراء الدكتور سيكسيم مسرى اجتماع عمل مع أضاء نقابة معلمي تشات صباح اليوم الخامس من يناير الجاري بهدف الاستماع إليهم والوصول إلى حل لرفع الإدراب الذي كاد يشل حركة التعليم في جميع أنحاء الأراضي الوطنية هذه المرة كان الاجتماع بمقر النقابة بهارت شقوى بالدائرة السابعة اللقاء الذي هدره وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة الدكتور دولومباي سادي ناقش فيه رئيس الوزراء مع أضاء نقابة معلمي تشات صبل تقريب وجهة النظر بين النقابة والحكومة خاصة أن الأقيرة أعطت أولويات قصوى للتربية والتعليم في الجمهورية الخامسة كما أبان دكتور سيكسي مسرا رئيس الوزراء قلال مداخلته كما أبان دكتور سيكسي مسرا رئيس الوزراء 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 الذي وضع التعليم في أولوياته مقدمين له حدايا رمزية تتمثل في الأدوات المدرسية وفور عودته إلى المكتب التقى مرة أقرى رئيس الوزراء دكتور سيكسي مسرا لجنة إدارة أزمة المعلمين بقيادة رئيسها السيد فوستي جيمو دويل هذا اللقاء العقير يعتبر مكمنا للأول في خطوات ثابتة نحو عودة التلاميس إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن ووضع حدا نهائيا للإدرابات المتكررة التي شلت حركة التعليم منذ فترة طويلة كما اخترح رئيس الوزراء لأعضاء النقابة ولجنة إدارة الأزمة فحل تفتخ المدارس أبوابها